اهلا بكم في حلقة جديدة نتابعت فيها تصريحات لشخصية سياسية كذلك لنواب في البرلمان المجمد منذ 25 جوليه اللي فات لكلهم يحكيوا على عودة البرلمان شنوه الحكاية شنوه التفاصيل هذا اللي باش نتابعه في هذا الفيديو خليني نبدأ بخصم رئيسي الجمهورية قيس سعيد رفيق عبد السلام اللي يقول اتبخرت نظرية العودة الى الوراء نظرية كاملة قيس سعيد الطبوبي عدة اطراف سياسية لكلهم خاصة ديركتومو بعد 25 جمهورية لكلهم لعودة الى الوراء اليوم اتي حد شغل ما زال عن نفس الموقف ولكن فما بعض الاطراف بديت تتراجع في دعم المطلق لقيس سعيد ولا يأما دعم شروط او سحبة الدعم متاحة بشكل نهيئي عبد السلام يقول تبخرت نظرية العودة الى الوراء لان قيس سعيد سيفطر فعلا الى العودة الى الوراء شنو يقصد رفيق عبد السلام يقول انه مقولة الخطر الداهم والجاثم للبرلمان تبخرت وتبخرت معها نظرية العودة للوراء لان قيس سعيد سيفطر فعلا الى العودة للوراء وتجرع السم الزعاف من كوبه الخاص سواء بيده اليمنى او اليسرى على حد تعبير رفيق عبد السلام اليواصل ويقول انه قيس سعيد يريد اعادة هندسة المشهد البرلماني على مقاسه وفي مزاعته الخاصة اليورثها عصيد الوالد يقول باسقاط قوائم الاحزاب الاغلبية والتخلص من الشخصية الاكبر منها ما كان واعلى منه شأنا طبعا هوني يحكي على محكمة المحاسبات الي قيس سعيد قالهم وين يعني وين وصلت الاحكام يخينتوما تاخدوا التقارير كهو متاع الانتخابات الحزب هيدا ميخذ فلوس الحزب هيدا عام اللوبيينغ الحزب هيدا فما تمويل اجنبي فقط معناه تكتفي دائرة المحاسبات بانها ترصد الجرائم الانتخابية قالهم لي وهذا ضغط من رئيس الجمهورية على رئيس دائرة المحاسبات بيش يفعل هالقوانين هذيك كي بيش تتفعل شنو اللي بيش يصير لانه فما اخلالات وجرام الانتخابية دونك بيش يتم اسقاط القائمات الانتخابية هوني عبد السلام قالوا انتي خايف ومشي في بيلك تنجم تسقط الاغلبية او عفوا القائمات الانتخابية يقول له ما تنجم شذي وانت عملت هذا على خطر خايف من الشخصية الاكبر منك ما كان وشأن يحكي هوني على رشد الغنوشي على سبيل المثال يقول تحب انه قيس سعيد يحب الاغلبية يردها اقلية كي ما زاد يراهن ديما على انه تخل قصر قرتاج وطريقه في ذلك مزيد الضغط على القضاء واصدار المراسيم في الغرض لاسقاط القائمات التي لا يرغب فيها رفيق عبد السلام قال كل ما اشتد عليه الحصار السياسي الا وهرع للحيال القانونية وبعض فقهاء السوء الفشلين والكارهين للثورة وديمقراطية وهوية الشعب لتغليف خداعه السياسي بتلاء تشريع مزيف الحقيقة الجملة هذي اللي قالها رفيق عبد السلام فكرتني في مقولة شهد شكري بالعيد الله يرحمه ونعمه يقول كل ما اشتد عليهم الخناق الا ولجأوا معناها للارهاب السياسي راهوني يستقي منها يعني اللي معروفة شكري بالعيد وجهها للأخوين يقول رفيق عبد السلام انه كل ما اشتد عليه الحصار السياسي يلجأ الى يعني الى النصوص القانونية يقول رفيق عبد السلام قاسي سعيد نسي ان اكبر التجاوزات التي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات تتعلق بحملتها الانتخابية بالاساس صحيح تقرير محكمة المحاسبات فيه جزء من الاخلالات اللي يرصدها لقيس سعيد وهذا حكينا عليه في الفيديو البارح باكثر تفاصيل خليني باجاز اللخص للناس اللي ما تابعت في الفيديو البارح هو فما اكليباج سبونسوريزي من الخارج برشا صفحات رزتهم هيئة الانتخابية على انهم جراء انتخابية وتمويل اجنبي تابع القيس سعيد قيس سعيد يقول اينا ما خلصت حد ما همش تابعيني صفحات هذه ما هم يحبوا يعملوا صفحات على روحه اللي حب يدعمني ده براسه هو حر اينا ما عندي حتى دخل ولكن هيئة الانتخابية ودائلة المحاسبات تقولوني قيس سعيد ما تبرأش منهم مثلا ما قالش في وقت الحملة الانتخابية ابعدوني ما تعملوا ليش دي باج سبونسوريزي دونك حسبتهم مع لي وكأنهم تابعينه هذي فما اشكالية نوعا ما فيها حملة قيس سعيد ولكن مش صحيح اللي هو اكبر الجرام الانتخابية عند قيس سعيد ليه اكبر جرام انتخابية دي ما نحكيه على المال الفاسد المال الاجنبي في الحملات الانتخابية اللي هو عند قلب تونس نبيل القروي لولاني وحركة النهضة زادة بأرقام كبيرة يسر وقلفاء الترس فيما بعد دونك هذو ما ثلاث قيس سعيد صحيح موجودة الاخلالات ولكن هاني حكي تلكم عليها كيفاش يقول رفيق عبد السلام اللي فما شكون ضخ أمويل كثيرة غمضة المصدر ولو ترك الأمر للقضاء فعلا لكان أول المدعوين للتحقيق يحكي على رئيس الجمهورية قيس سعيد أسامة لخليف يقول عمركم شفتوا انقلب دائم تويجي نهار ويتكتب ويخرج له ويخرجوا له جميع يزمر وفرحانين بخرجوا قال انه كل انقلب غالبا ما يسعى للتخلص من الخصوم السياسيين هذه ألية غير دستورية غير قانونية وقال انه كل انقلب في العالم يعمل هكا وأكثر واعتبر انه قليل التخلص من الخصوم سيتم استعمالها ضده بعد أن تنتهي مهمته سامي عبد قول تعليمات من الخارج تمنع سعيد من ملاحقة الغنوشي وعبير موسي نلقاه أيضا العريض اللي يقول البرلمان سيعود إلى سلف نشاطه القيدي في حركة النهضة للعريض قال انه البرلمان يرجع لنشاط متاعه وهذا قال ما فمش حتى شرط لانه يعني يقول انه ما فمش حتى شرط انه نرجع إلى ما قبل 25 جويل علي العريض يقول ليس هناك من يشطر تعودة البرلمان كما كان عليه ببل الخروج من أزمة ما قبل 25 جويل وما بعد يقول انه ما وصفوا بالإجراءات الانقلابية نهار 25 جويل زادت في تعميق الأزمة التي يعد الرئيس قيس سعيد الجزء الأكبر منها يحمل هو المسئولية علي العريض يقول البرلمان ذلك من خلال التعامل مع انقلاب من داخل تونس ومن الخارج ومن خلال استقراء التاريخ اللي أكد انه الشعب التونسي لا يقبل ان يحكمه فرد واحد وقال اذا تواصلت ادارة البلاد بالطريقة هذه بشيكون المستقبل فقر وظلم وفوضى واعتبر انه العشرية الأخيرة فيها عديد الإنجازات وحكي على غييب التصريحات للحكومة وأعضاءها وقال علي العريض لهذا الصمت هو تعبير عن عجز الرئيس وفريقه على تحديد السياسات وحرج عن الإفساح على ما هو واضح لديه تعليقا على تصريحات قيس سعيد بشأن ترتيب الأثر القانونية على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات يقول علي العريض انه رئيس الدولة غير مهتم بالملفات الحقيقية للبلاد من عجز للميزانية لكن هو مهتم بالاجتماعات السياسية فقط ويبث من خلالها خطابات متشنيجة وتقسيمية واجتماعه يوم أمس دليل على إيرادته في وضع يده على القضاء ويعتبر انه كل ما يكون فما تدخل رئيسي باسم القضاء هو قضم لآخر ما تبقى من جهز القضاء يقول ومؤسسات الجمهورية الكل يعني جهز القضاء والمؤسسات القضائية والمؤسسات متاع الدولة والجمهورية التونسية مؤسسات مؤسسات